إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلاة رب وسلامه عليه أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الإسلام بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يقول الله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين يقول الشاطبي عليه رحمة الله والصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه وهو السنة والسبل هي طرق أهل الاختلاف الجائرين عن الصراط وهم أهل البدع والاختلاف ففي الآية نهي عن جميع طرق أهل البدع وقد بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه أن السبيل إليه واحد الموصل إليه قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون فبيّن أن السبيل إلى الله واحد ونهى الله سبحانه وتعالى أن يتفرق الناس طوائفا وشيعا وطرقا بل أمر بالالتزام بهذا الكتاب يقول الله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وأمر الله بالتمسك بكتابه واحتصموا وأن لا يتفرق الناس فيه وأن لا تفرقهم المسائل فينحرف عن هذا الصراط الذي أمر به الله سبحانه وتعالى فقال واحتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم فلا نكون كاليهود والنصارى الذين أحدثوا أقوالا ونسبوها إلى دين الله جل وعلا وشرعوا الشرك بالله وتقربوا به إلى الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى شرع لكم من الدين آمرا بالتمسك بالتوحيد وترك الشرك وما كان عليه اليهود والنصارى ومشرك مكة شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبورا على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينب فأمر بالتمسك بما أنزل الله سبحانه وتعالى من التوحيد وأن لا نحدث أقوالا ننسبها إلى دين الله وهي لم يأمر بها الله سبحانه وتعالى لذلك ذم الله أهل الشرك قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فالله ما أمرهم أن يشركوا به وأن يجعلوا بينه وبينهم وسطاء وشفعاء كما كان يفعل المشركين المشركين كثير من الناس يظن أنهم لا ليست عندهم علاقة مع الله أبدا لا المشركون كانوا يعبدون الله ولكنهم كانوا يشركون في العبادة ويعبدون غير الله سبحانه وتعالى كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم قال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصدية فكانوا يصلون وكانوا يحجون كما ذكر أهل السير يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك كانوا يحجون لبيت الله ولكنهم كانوا يجعلون الأنداد وهذه الآلهة المزعومة التي هي أصلا أناس صالحين عظموهم مع الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى كما قال ابن عباس في صيح البخاري كما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن ألهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال هذه أسماء خمس رجال من قوم نوح لما ماتوا عكف الناس على قبورهم وأوحى إليهم الشيطان أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها أنصابا وسموها بأسمائهم قال فلم يعبدها الأوائل ثم طال على الناس الأمد فعبدوهم مع الله فأصل الشرك تعظيم الصالحين الغلوف الصالحين وإنزالهم منزلة الله سبحانه وتعالى فنهى الله عن هذا التفرق عن دين الله سبحانه وتعالى وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحداث في دين الله جل وعلا وأمر بالاتباع كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصيحين قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي باطل ومردود على صاحبه لا يقبله الله سبحانه وتعالى لذلك قال السلف كما قال أيوب السختياني قال ما ازداد صاحب بدعة اجتهاد إلا ازداد من الله بعدا لأن العبادة لا بد أن يكون فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصيحين من حديث أنس أن ثلاثة نفر أتوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته قال قال الراوي فكأنهم تقالوها أي في شأن أنفسهم وقالوا هذا رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام وقال آخر أما أنا فأعتزل النساء وقال آخر وأنا أصوم الدهر أبدا فلما سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم مع أن هذه الأفعال كلها عبادات أصلها عبادات أن يصل الإنسان وأن يقوم الليل وأن يصوم أصلها عبادات مشروعة ولكنهم خالفوا فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته التي كان عليها والتي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها قال أما والله إني لأخشاكم لله واتقاه قال فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم آمرا لهم بالاتباع قال فمن رغب فأما أنا فأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا خلاف طريقته التي هو عليها وأمرهم بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذلك نعلم حال كثير من الناس البينتسب إلى دين الإسلام وحي تلقاه يقول لك يا أخنا بصوم طوالي وهذا يخالف هذا الحديث الواضح من هذا الصحابي في فعله هذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال من رغب عن سنته فليس مني فأمثال هؤلاء بعيدون كل البعد عن دين الإسلام عن السبيل المنهج الصحيح وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الدين فالمسلم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عبادة لابد أن يكون فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباد بن ساريا قال أصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإياكم ومحدثات الأمور قال فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور قال فإن كل بدعة ضلالة فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل البدع والمحدثات في دين الإسلام ضلالة فهذا بيان واضح من النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم ينبغي أن يتعبد الله بما شرع الله سبحانه وتعالى وأن لا يحتقد عقيده إلا احتقدها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن النجال فيما كان عليه صلى الله عليه وسلم والصحابة كما في سنن ابن ماجة من رواية عفو بن مالك قال افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على سنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة فسأله الصحابة عنها قال ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فكل ما اليوم ما نراه من عقائد وعبادات ما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فهي ضلال بين وتقود صاحبها إلى النار كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فكثير من الناس اليوم أتوا بعقائد فاسدة وزعموا أن هذا من دين الإسلام كمن يصرف العبادات لغير الله جل وعلا ويصرف الدعاء لغير الله وهذا شرك وضلال الله جل وعلا ما أرسل الرسل إلا لإفراده بالعبادة ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغود قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل جميعا يأمر الناس أن يفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة وبالدعاء قال وبيّن الله سبحانه وتعالى هذا المعنى في كتابه بيانا واضحا قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الداخرين فبيّن أن من يصرف الدعاء لغير الله سيدخل جهنم وسمى الله الدعاء عبادة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي قال الدعاء هو العبادة فلا ينبغي للمسلم أن يدعوا غير الله سبحانه وتعالى بل هذا شرك كما بيّن الله قال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير الله سبحانه وتعالى سمى دعاء غيره شركا لذلك من دعا غير الله فقد كفر وأشرك بالله جل وعلا كائنا من كان من دعاه إن كان نبيا مرسلا أو وليا صالحا لا ينبغي لا تنبغي هذه العبادة إلا لله كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصيحين من حديث معاذ قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فمن أراد النجاة من النار ينبغي عليه أن يصرف العبادة لله وحده لا شريك له ويعلم أن هذا كفر من الله كما نرى كثيرا اليوم ناس يمشوا القباب والأضرحة يسأل الموتى مع الله سبحانه وتعالى ويتركوا دعاء ربهم جل وعلا والله جل وعلا يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وغير الله لا يملكوا لعابده نفعا ولا ضر الآن الناس بتمشي يا أخي لناس معينين يقول لهم يا أخي دائرين الجنة ودائرين كشف الضر ودائرين تنجون يوم القيامة وكثير منهم يخضع الناس يقول لك يا أخي ذلك ينفعونه والله جل وعلا يبين في كتابه أن النفع والضر بيده وحده جل وعلا يقول الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الله إن أراد بيك در ما في أحد من أهل الأرض يستطيع أن يكشف هذا الضر ولو كان نبيا مرسلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير يقول الله تعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذ من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر اللي بتدعو مع الله الله قال لك هو لنفس ما يملك كشف الضر عنه ولا يجلب لنفس نفع بل هو مخلوق ضعيف فلماذا تتوجه إليه توجه إلى الله الذي خلقك لذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذا ضلال لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر قل هل تستوي الظلمات قال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته إن أرادك الله بخير لا يستطيع أحد أن يزيح أو يمنع عنك هذا الخير فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى والتدبير بيده جل وعلا وحده لا شريك له فكل هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى المنتشر اليوم وبيّن الله سبحانه وتعالى أن غير الله لا يخلق شيئا لذلك لا يستحق العبادة يقول الله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل فالعبادة تنبغي للخالق الليلة البنادون مع الله سبحانه وتعالى خلقوا شنو في الأرض دي يقول الله تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه خلقوا شنو مع الله عشان تمشي القبة بتاعته وتقول يا خداء بيلحقنا وبيفزعنا وأله سبحانه وتعالى أمرك بكلام ده قال لي كمش أدعوه في الشدائد ما أمرك فكل هذا من الشرك ومن البدع العظيمة التي نهى عنها الله سبحانه وتعالى والناس الليلة بيقول لك يا أخي ديل نحن عندنا ذنوب ومعاصر وديل بيقربون إلى الله سبحانه وتعالى فنحن بنتوسل بهم إلى الله سبحانه وتعالى وهذا الكلام نفس كلام المشركين الأوائل كانوا يقولون أن هؤلاء شفاء وبين الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء يا لك اتخذوا أولياء وبينا أن ديل أصلا الناس صالحين هذه الأصنام صور لأنا صالحين وهؤلاء أيضاً اتخذوا أولياء مع الله عبدوهم مع الله يقول ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونها أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر كاذب لأن الله سبحانه وتعالى ما أمرك أن تجعل بينك وبينه واسط بل أمرك بالدعاء ووعدك بالإجابة وكفر لأن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فسمى الله من دعا غيره كافرا لذلك ينبغي على المسلم أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في حاجته وأن يتوسل إلى الله بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع التوسل المشروع من ذلك أن يتوسل الإنسان بالأسماء الحسنى بأسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فيدعو الإنسان الله سبحانه وتعالى يعني بما يناسب حال الدعاء يا غفور اغفر لي يا رحمن ارحمني لكن تدعو غير الله هذا مناقض للتوحيد وردة عن دين الإسلام ومن ذلك التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح كمن توسل بالإيمان إلى الله سبحانه وتوحيده لله ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين فهؤلاء توسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بإيمانهم به وكالرجل الذي دعا الله سبحانه وتعالى قال وغيرها قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا من بربكم فآمنا ومن ذلك التوسل بدعاء الرجل الصالح وهذا يكون للحاضر أن تقول له ادعو الله لي كقوله تعالى قالوا ربنا كتوسل عمر رضي الله عنه بالعباس بدعاء العباس وهذا فيه شبه لأولئي القوم يقولون أن عمر توسل بالعباس وتوسل بجاه العباس وهذا توسل بدعاء الرجل الصالح لأن التوسل هنا لو كان بالجاه فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد مات في ذلك الزمان إلا أن جاهه موجود فلماذا عدلوا عن جاه النبي صلى الله عليه وسلم وتوجهوا إلى العباس ففيه التوسل بدعاء العباس كما جاءت روايات أخرى كما ذكر ابن الجوزي قال عمر قم يا عباس فادعوا وكقول إخوة يوسف ربنا كقولهم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا أي أدعو الله أن يغفر لنا من فعلنا وهذه الخطيئة التي ارتكبوها فهذا توسل بدعاء الرجل الصالح وهذا لا ننكره ولكن ننكر دعاء غير الله وصرف العبادات لغير الله جل وعلا وهذا من الضلال المنتشر اليوم وبين الله سبحانه وتعالى أن غير الله لا يسمع عابده ولا يجيب دعاءه كما قال جل وعلا له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له لهم بشيء إلا كباصة كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال غير الله سبحانه وتعالى لا يستجيب لمن دعاه وضرب الله لذلك مثلا إنسان يعني بسط يديه إلى بير ودع الماء أن يأتيه الله سبحانه وتعالى قال إن هذا الماء لن يصل إلى فاه يعني يعني إلا كأن هذه الدعوة لا تجاب مثل هذا الرجل الذي يعني بسط يديه إلى بير وأمر الماء أن يصل إلى فاه بمن غير أن يتخذ وسيلة لربع هذا الماء فكل من دعاء غير الله سبحانه وتعالى لا يستجيب له في الدنيا ولا في الآخرة كما بيّن الله جل وعلا عن حال أهل الشرك يوم القيامة قال ولقد جئتمونا فرادا وتركتم ما خوناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم من شفعائكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون فبيّن الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الناس الذين زعموا أنهم وهؤلاء الأولياء أنهم ينجون أصحابهم يوم القيامة لن يجدوهم لأن هذا كله من الكذب والافتراء على الله سبحانه وتعالى وغيرها من الضلال العظيم والعقائد الفاسدة التي نشر هؤلاء القوم مخالفين لنهج النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك احتقادهم أن غير الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب وهذا كفر بكتاب الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون فلا يعلم أهل السماء من الملائكة ولا أهل الأرض من الرسل الغيب بل الغيب يعلمه الله جل وعلا وحده وغيرها من العقائد الكثيرة التي خالف فيها هؤلاء الناس هذا والله أعلم وأحكم وأفتع الفرصة الشيخ يسر وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان